كنتون إزاي حضرتك بتتابع حركة النقل والمواصلات من 2014 وإحنا بنتكلم في تطور نوعي بيحصل يوم بعد التالي وحاجات مش خافية على الناس إحنا كنا عارفين الأوضاع قبل ودلوقتي شايفينها إزاي بتتطور نكون عارفين بس بننسى مع الوقت يعني لما بنشوف الجديد بننسى للتذكرة يعني قبل 2014 كان عندنا شبكة مرافق متهلكة وشبكة قطرات على شفى الانهيار وكان عندنا مشاكل كثيرة في البنية الأساسية الدولة من 2014 أخذت على عطقها الاهتمام بكافة مرافق وأدوات النقل باعتباره هو الداعم لمشروعات التنمية اللي الدولة حطتها عمرانيا وصناعيا وزراعيا وسياحيا علشان ده يتم كان لازم يبقى عندي بنية أساسية قوية ويبقى عندي شبكة نقل على جودة تسمح بتنفيذ هذه المشروعات وعشان ما نتكلمش كلام مرسل لو تكلمنا عن المدن الجديدة عن المناطق اللي تم استصلحها سواء في الدلتة الجديدة أو تشكة أو لوينات أو غيرها على مستوى الجمهورية لو تكلمنا عن خلخلة الكسافات السكانية من حوالين الوادي الدي خصوصا مع الزيادة السكانية المضطاردة 2.5 مليون في السنة فكان لازم انتشر على مساحة جغرافية أكبر علشان ده يتم كان لازم يبقى عندي بنية أساسية قوية وعلى رأس البنية الأساسية تأتي قطاع النقل والمواصلة دولة اهتمت بقطاع الطرق باعتباره أنه هو الحاجة اللي هتدعم إنشاء مشروعات جديدة من 2014 إلى الآن ولازلنا حلينا مشاكل كتيرة عملنا شبكة قومية ربطت مفاصل الدولة ببعضها ساهم ذلك في جذب استثمارات داخلية وخارجية وفي توفير آلاف فرص العمل من خلال هذه المشروعات لأن النقل أو مشروعات النقل كسيفة العمالة فوفرنا آلاف فرص العمل أللت من معدلات البطالة والتضخم كل هذه الأمور ده الفايدة المباشرة أما الفايدة غير المباشرة هي دعم أنا كنت بشتغل في مشروعات طرق ولاي الأرض بتتساوى وتتزرع والطريق بيتمهد الاتنين مع بعض تلاقي حضرتك أن أساسات عملتهم مدنة ومرانية طلع والطريق بيتعمل ده معناه أنه كان فيه رؤية متكاملة ليس كما كان يحدث أنه مجرد نعمل طريق يوصل آلف ببيه لكن دلوقتي بقى فيه تكاملية في التفكير والتخطيط طبعا ده يأتي أيضا في وسائط النقل الأخرى على رأسها السكة الحديد وما كانت عليه السكة الحديد من حالة مترهلة قبل 2014 كانت على شفى الانهيار مديونة ب55 مليار جرى رب قالها 45 سنة شغالة العمرات والإصلاح أصبح غير زوجة جدوى فيها فكان هناك حاجة ملحة إلى عايز أقول إعادة الحياة للسكة الحديد اللي كانت قبل 2014 ماتت إكلينيكيا فكان هناك مشروع قومي لإصلاح السكة الحديد من خلال إصلاح البنية الأساسية تطوير نظم تحكم ومؤشرات لتقليل الاعتماد على أنصر البشري تدريب العمالة والكوادر الموجودة وشراء جرارات شفنا كمان الشاب النهاردة اللي كان المفروض بيقود الجرار وكان واخد تدريب في الصين مجموعة من حوالي 100 شاب بتلقق التدريب وده كان الاتفاق مع الجانب الآخر